مجلس التنمية الاقتصادية ويتجسد دور المجلس القيادي في توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية ضمن رؤية موحدة ووضع الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام كما يعمل مجلس التنمية الاقتصادية أيضا كجهة تسيير وتسهيل للأعمال حيث يساعد كافة الجهات المعنية في البحرين في فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم وبالإضافة إلى ذلك يدير المجلس المشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب وقد نجح مجلس التنمية الاقتصادية في ذلك وحقق إنجازات كبيرة من أبرزها إعلانه عن تحقيقه نجاحا غير مسبوق عام 2017 حيث نجح في استقطاب 71 شركة إلى البحرين وباستثمارات وصلت قيمتها إلى 733 مليون دولار أمريكي ما سيساعد في زيادة خلق المزيد من فرص العمل بنسبة تصل إلى 72% بالمقارنة مع العام السابق حيث من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2831 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في السوق المحلية ومن الإنجازات التي حققها المجلس نمو القطاعات غير النفطية التي فاقت 4.8% والتي تعد من أعلى معدلات النمو بين دول المنطقة فيما بلغ معدل النمو السنوي 7.5% منذ انطلاق مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2001 لتصل نسبة إسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي مجلس التنمية الاقتصادية يسعى إلى دعم تحقيق أهدافه في العام 2018 ومنها التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتطوير تراخيص وإجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتنمية البيئة الداعمة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتعزيز البيئة الداعمة للقطاع اللوجستي والتصنيع ترجمة نانسي قنقر